زار سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد أمس مشاغل مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير كاذبي في منطقة الإضليل واستمع سموه إلى إجازة عن الإنجازات التي حققها المركز في مجالات البحث والتطوير والاحتياجات التي يوفرها للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية من المعدات والأسلحة والأنظمة الدفاعية وأشهد سموه ولي العهد بالمستوى المتقدم الذي حققه المركز في مجال تطوير الصناعات الدفاعية وتصميم وتصنيع المعدات والآليات العسكرية والمدنية وطلع سموه على مارض لشركات المركز اجتمل على منتجات حماية شخصية وأسلحة خفيفة وأجهزة رؤية ليلية وأليات خفيفة ومدرعة ومنتجات وذخائر مختلفة اشتركوا في القناة